طيب منتخب مصر يتعادل مع الجزائر في هذه الودية المهمة جدا في استدهى الزعب انزايد بمدينة العين الامرتية الحياة كل المباراة من اولها يمكن باستثناء اول عشر دقيقة وربع ساعة سيطرة للفريق الجزائري لكن بعد كمدهاني طرد محمدهاني للأسف افقدنا اتنين لعبة كانوا فعلا لغاية لحظة خروجهم متألقين هاني كان بادئ مباراة كبيرة جدا وزيزو كمان كان عامل مباراة كبيرة في نص الملعب روي فيتوريا بعد طرد هاني طرد يسحب زيزو علشان يشرك عمر كمال عبدالواحد الزهير الايمن وبرغم هذا النقص العادة يا باشموندس كنا الاخطر والاقرب للتسجيل اكتر من مرة الجزائر ما دعاتش فرستين طول الماتش يعني احنا واحنا داخلين كان فاضل ست دقايق بعد العشر دقايق اللي حسابهم وكانت النتيجة واحد صفر انا ما عرفش حتى الجوم جيز ازاي وقيموا ايه ظروفوا يعني لكن يعني الحقيقة كان يستحق مصر والمتخب مصري ان يفوز بازيل مباراة لأول مرة تشعر ان المتخب المصري ينتزع الاحترام الكروي الذي يستحقه فعلا يعني مباراة خسارة ما تخرجش بها فائز لانها يعني بمقياس الفرص الضائعة كرة في العرضة ومصطفى محمد اسهل فرصة اللعب مش اسهل هو افضل فرصة لنا في المتش يعني بقرب صلاح في العرضة طيب ما هي دي بقى رأس الجون بس راح في ايه على جامل طيب ما اقول لك يعني صعبة يعني يعني هو لعبها على قد ما ادر وقند والباكت الله انما الترزيجيه بشكل خطورة طول المباراة يعني كان يجب ان تكلل جهود هؤلاء اللعبين بالفوز بالفوز ويريت يحكوا لنا بس ايه الجون جيزة عشان نقدر على فكرة جماعة من اهم مكاسب المباراة من اهم مكاسب المباراة الروح العالية اللي لعبتنا ادى بها الحياة محمد صلاح يمكن دي واحدة من افضل مبارياته مع المنتخب بزل مجهود كبير وجير كتير وتحمل مسئولية كتير طوال المباراة ترزيجيه ما شاء الله عليه بقيت اللعيبة حتى حمد فتح صاحب الهدف عامل مباراة كبيرة جدا والطرد وانت بتلعب بعشر لعيبة وقدام فريق زي جزائر اهم السلاح الفريق الجزائري الروح والحالة البدنية الاثنين كانوا عند الجزائرين باستمرار من ابرى سمات الكرة الجزائرية لكن انت النهاردة الضغط افضل الالتحامات انت الاقوى الانتشار انت الاسرع التحولات من الهجوم للدفاع انت الافضل فيها وخلق الفرص انت الاخطر برغم النقص العدد في وقت مبكر من المباراة لكن اعتقد روي فيتوريا استفاد كتير جدا من هذه المباراة اللي ممكن تمثل حجر زاوية لمسيرة المنتخد هم حاجة اللي استفادها اللاعبين عرفوا انهم يقدروا بمزيد من الاصرار والارادة والجاد يقدموا كورة يعني تقنع افريقيا والعالم وان عيب ما يحدث من نتائجه تزبزب ده لا يعكس خالص القدرات اللي بتمتلكها مصر مش معنى كده ان احنا هنقول ان كان فيه بقى يعني تطور خططي وبتاع لكن مؤكد ان كان فيه جبهات ما شفناش قبل كده قبل الطرد كان فيه جبهات وخصوصا الخطورة من الجبهة عكس بقى توقع جميع ابتدت من الجبهة اليومنا هاني وزيزو وبعدين صلاح اللي دخل جوه ولكن الخطورة كلها كانت من الجبهة اليسر قدينا مبرقق قوية بتقول يا جماعة المسألة هي سر كرة القدم اللعب الجماعي والارادة والعناد والكفاح ان تحظى بالاحترام هو ده غاية المنافسة اذن ده كان اللقاء المهم جدا وهاخر مباراة للمنتخب الوطني قبل ما يبدأ بقى ان شاء الله تعالى منتصف نوفمبر اولى المباريات في تنصفات كاس العالم هيلعب مع جيبوتي يوم 15 نوفمبر وبعدها هيلعب مع يوم 18 المباراة التانية فاعتقد مستر روي فيتوريا النهاردة بيدش المرحلة جديدة ومهمة في مسيرته مع المنتخب كل اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص لان انت هتلعب مطشين في نوفمبر وفي ديسمبر هتدخل معسكر اعداد وفي يناير تبدأ كاس الأمم الافريقية في ابيجان اعتقد الكل بيحط منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بسبع القاب في الكان على قائمة المرشحين لاحراز اللقب مصر دايما المرشحة مهما كان الوضع التاريخ والجغرافيا والكيميا والطبيعة والقول اللي تقول لما يكون مصر وأكثر الفرق فوزا بهذه البطولة يبقى مش من فراغ يبقى انت عندك بتجيلك لحظات تترهل فيها لكن دائما انت زاخر بالمواهب فنتمنى ان احنا نخش بهذه الروح بتاعت اللي شفناه النهاردة نستطيع المحق الكثير بإذن الله تعالى